خلي أوضح لكم على مود لا أحد يظل يلعب برأسكم هذولا اللي يدعون بالتواصل الاجتماعي على أساس أنه هم مثقفين وهم ما تابعين لا إلى جهة ولا إلى تيار ولا إلى أحد تمام بس هم جبناء هم مثل المستفيدين من المالكي بس ما يقولون يدعون أنه هم مثقفين اسمع أبويا اسمع اسمع أنا دائما نقايلها واليوم هم ما أقولها أنا مو أحد أتباع سيد مقتدى ولكن هذا الرجل داي يقول لك عمي تعال نغير الواقع مو البلد راح من إيدك يا برأس انت دا تبوق وجماعتك داي يبوقون وصار لكم عشرين سنة تبوقون ولكم كافي ما شبعتوا هسا دا يكفر لا جديات دا يكفر المهم وصلوا إلى مرحلة قالهم تفضلوا تفضل زين يجون ذولا اللوقية والمشككين بنوايا الناس شو يقول لك شوف شوف الخبض خلي اسمعون يا الصدريين لا تتقشمرون هذولا لا يغرك يقول لك والله أنا الكاتب والصحف الفلاني خلي ولي مخصطة لهذا شذاب لا يقشمرك يقول لك والله أنا ما من تمي إلى جهة ولا ما شنو بس ليش السيد ما من البارحة بالليل سحب الناس مالته أنا أقول لك ليش أنت يا الصدري لا يقشمرك أنا أقول لك ليش خلي شوف المجتمع الدولي الجيش واقف والمتظاهرين واقفين من هو والدة يقتل بيهم رح يطلع واحد يقول لي سرايا السلام ايه طبعا قل لهم قالهم أنتم ما منضبطين حتى لسرايا السلام قالوا ما تستحقون تقودون ثورة الثورة مو بالسلاح الثورة مو بهذا الطريقة هاي مو ثورة هاي حرب أهلية يريدها المالكي وربعة اللي يختل البارحة انهزم فاللي ما سمع كلمة سيد مقتدى فضل أولا أنا أحزنني كثيرا ما يحدث في العراق وأتعبني كثيرا فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع فائق الاعتذار اعتذار لكن بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس أنا أقول الآن أمشي متأطئ الرأس وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتبرر الوحيد مما يحدث صح وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار ما ريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة سواء كان البادع الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث هذا ما يفرق عدي أبدا القاتل سواء والمقتول سواء وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف ممعه والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان بالأيدي بالقلوب الصافية بالقلوب المحبة لوطنها مو تروح تركض على الرصاص على القاذفات وعلى الهوانات بئسة الثورة هذه بعش تريد بئسة الثورة فهنانا أنتوا سمعتوا باقي الكلمة فهنانا السيد ختمها بئسة الثورة ليش لأنه إحنا صارنا سنين نعيط ونصيح إحنا محتاجين ثورة ضد الفساد إحنا ما نغي الدم لكن هم اللي جيشوا الشباب شيلوهم سلاح سلاح الجهل والتخلف حتى يكتلون أبناء الشعب إذا ثار عليهم بس المشكلة خلي العراقين كلهم يعرفون شفتوا لما نصار هي تشي شنو صار كلهم هذول الزعامات بشرفكم سمعتوا واحد من عدهم البارحة قدر ينطي أمر بانسحابهم بس هذا الرجل نطر وانسحبه أكو فرق بس أثبت للمجتمع الدولي أنه من هو اللي عنده استعداد يحرق العراق بس في سبيل أنه يبقى بالفساد ويبقى هذا البلد فوضى وكل فساد ويبقون يبوقون والشعب اللي طابقوا وياهم واللي طابقوا ويا الفاسدين والله مستفاد تفاليس يستاهل يستاهل تفاليس